اختثمت شركة نفط البحرين بابكو فعاليات اسبوع البيئة والصحة والسلامة 2020 بإقامة اليوم العالي في حلبة البحرين الدولية تحت شعار نحن نهتم بحضور الآلاف من موظفي بابكو والمقاولين وأفراد عائلتهم الذين حرصوا على المشاركة في تلك الفعاليات المهمة التي تقام كل عامين وتحرص من خلالها شركة بابكو على ترسيخ ثقافة السلامة المهنية وتعزيز الوعي بأمور البيئة والصحة والسلامة ليس فقط في مواقع العمل ولكن في شتى ربوع المجتمع وافتتح فعالية اليوم العائلي معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد الخليفة وزير النفط في حضور سعادة الدكتور داود نصيف رئيس مجلس الإدارة رئيس التنفيذي للشركة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وألقى المهندس إبراهيم طالب نائب الرئيس التنفيذي رئيس لجنة البيئة والصحة والسلامة كلمة شكر خلالها معاني وزير النفط على تشرفه بالحضور ورعايته الفعالية وتطرق إلى أهمية أسبوع البيئة والصحة والسلامة ومن جهود مبادرات شركة بابكو لترسيخ قيم ومبادئ البيئة والصحة والسلامة في المجتمع وتطرق إلى الانجازات التي حققتها بابكو خلال العام الماضي ناسيما تشين العديد من حملات السلامة وتشين مركز بابكو للقيادة وتطوير إجراءات الطوارئ والأزمات وفق أفضل المستويات العالمية وتدريب العاملين في مستويات الاستجابة المختلفة بعدها تم عرض فيلم تسجيلي عن أهم المحطات والانجازات التي حققتها شركة بابكو في مجال السلامة والصحة والبيئة ثم قام معالي وزير النفط بقص الشريط إذانا بافتتاح الفعاليات وقام بجولة إلى مختلف أجنحة وأقسام اليوم العائدي وشكر معالي إدارة شركة بابكو واللجنة المنظمة على جهودهم والتنظيم المميز لفعاليات أسبوع البيئة والصحة والسلامة وهذا احتفالية تعتبر أكبر احتفالية نقوم بها في دورنا مسؤولية الشراكة المجتمعية لمصلحة جميع القاطنين في مملكة البحرين وبالذات الموظفين والمقاولين وعائلاتهم وقد تمعنا في تنظيم برنامج حافل يشمل فعاليات للأطفال، فعاليات للكبار فعاليات كذلك بصورة ترفيهية والكثير من البرامج التفاعلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر